ازاي حضرتك تقدر تعمل فيديو زي اللي انت شايفه ده دلوقتي اللي هو فيديو الوايد بورد انيميشن او فيديوهات الصبورة البيضاء بحيث ان انت تقدر تستخدمها ايا كان المحتوى بتاعك سواء محتوى تعليمي او اي محتوى بس انت محتاج النوعية دي من الفيديوهات عشان توصل بيها فكرة معينة تستخدمها في منتج فيديوهاتك فان شاء الله انا هشارك معاكو الطريقة عشان كان اصدقاء سألتني عن الموضوع ده فهنتعرف ازاي ان احنا نقدر نعمل فيديو وايد بورد انيميشن او صبورة بيضاء باستخدام طبعا الموقع الكنز موقع كنفا وبخطوات بسيطة كالعادة فيلا سريعا نقول بسم الله ونبتدي مع بعض السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا ربي يكون الكل بخير ان شاء الله يلا سريعا نبتدي عشان ما نضيعش وقت هنروح على موقع كنفا وطبعا اللي ما يعرفش يسجل ازاي او يستفاد ببعض المزايا اللي في الموقع اللي يقدر يعمل بها حاجات كتير هتلاقيني سايب لك قيمة تشغيل فيها كل الكلام ده طيب هنروح بقى على الموضوع الخاص بالفيديو بتاع النهاردة وهو عمل فيديوهات الصبورة البيضاء اول حاجة هروح على القالب اللي انا هبتدي اشتغل عليه او اصمم الفيديو بتاعي فهنروح هنختار فيديو اللي هو بيبقى المقاس بتاعه 1920 ف1080 طبعا ممكن تستخدم اي تصميم انت عايزه بس انا بتكلم فيه التصميم العادي اللي الناس بتستخدمه في عمل الفيديوهات بتاعته تمام اول حاجة هعملها ايه انا دلوقتي على حسب حضرتك المحتوى او الفكرة اللي انت هتعملها هتبتدي تصمم الفيديو طيب لو على سميل المثال هنقول محتوى تعليمي وانا دلوقتي عايز اعمل فيديوهات اعلم فيها مثلا حروف الهجاء للاطفال فهبتدي اعمل ايه دلوقتي هبتدي اصمم صور خاصة بالفكرة بتاعتي فهعمل ايه او مراية على العناصر اسهل حاجة وبعدين اكب شريط البحث وامكاتب مثلا اه معلم او مدرس نجرب كده باللغة العربية اه مدرس وبقول له عرض الكل اه زي ما حضراتكم شايفين هيبتدي يديني اشكال اللي انتوا شايفين هدية اختار اي حاجة انا عايزة طبعا انا مش هدأ في الحاجات دي دلوقتي بحيث انا هسيبها لخيالك وابداعك انا عايز بس اوصل لك الفكرة ازاي بتتعمل فعلى سبيل المثال هختار مثلا السورة دي اهو تمام وابتدي ازبطها او اشوف انا عايز ابقى حاططها ازاي وليكن مثلا احطها كده اهو وبعدين اروح على النص كاول حاجة هتظهر في الفيديو اه الدرس الاول تعليم حروف الهجاء فاقوم كده داغط على كلمة النص وبعدين اضيف العبارة اللي انا عايز اكتبها هكتب كده الدرس الاول اهو وبعدين اقول تعليم حروف الهجاء وبعدين برضو ابتدي ازبط مكانها اول حجم اللي انا عايزه تمام ادي مثلا بالنسبة لكده اول صورة انا عايزها تظهر في الفيديو بتاعي لما يبتدي يشتغل عايز مثلا اضيف اي حاجة تانية اه الون الصورة ابقى فيه خلفية كل حاجة انت تقدر تعملها زي ما انت عايز طيب ده كده اول صورة لو نفترض بقى انا عايز ابتدي اه الحرف الاول مثلا حرف الالف فهبتدي اضغط على علامة الزائد ديت عشان يفتح لي صفحة تانية للتصميم هقوم رايح مثلا برضو على العناصر وبعدين اقوم كاتب حرف الالف هيديني برضو اشكال للحرف هبتدي اختار مثلا حرف الالف اهو طب انا عايز اسيبه كده ولا عايز برضو يبقى فيه منظر اقدر اجذب به ايا كان النوعية او فئة الجمهور اللي انا بخطه من خلال الفيديو فهرجع كده وقوم مثلا كاتب صبورة هيجي لي برضو اشكال كتير اهو زي ما حضراتكم شايفين انا هختار برضو اي حياة كده برضو سريعا وليكن ديت اهو كده اهي وبعدين اقوم داخد كده طبقة واخليها للخلف وبعدين اصبط حرف الالف انه هو موجود على الصبور طيب انا عايز اضيفي ارجع تاني المدرس بقى اللي هو بيشرح للاطفال فا ام كاتب تاني المدرس لو انا عايز اختار شكل تاني ايا كان او مدرسة لو هي اهو مثلا نخلينا المرة دي كمدرس طب انا مثلا عايز اربط الحرف الالف ده زي ما بيشوف كده المدرسين يقولك مثلا الف ارنب اوكي او ام رايح على البحث وكاتب ارنب اهو وام اختار طيب انا كده بربط مع الطفل الحرف الف ارنب وهكذا ارنب فابتدي بقى ازبط اي حاجة انا عايزها عايز اضيف زي ما اتفقنا خلفية الوينها يعني اضغط كده وخلي مثلا الخلفية معمولة كده او اي لون تاني زي ما حضراتكم عايزين فانا هرجع مثلا لا انا عايزها بيضة خلاص تمام اهو تمام انا عايز مثلا الالف والارنب في سهم بيشاور عليه او مرايح على العناصر وكاتب سهم واختار اي شكل دلوقتي احنا اتفقنا بس انا عايز اوصل لك الفكرة اغير اتجاهه بحيث ادي الالف بيشاور معانا على الارنب اهو كل حاجات دي بقى حضرتك تبدع فيها زي ما انت عايز طيب تمام نفترض بقى فكرة الفيديو بتاعي انا كنت ناوي اشرح فيه خمس حروف بس فهبتدي اصمم بقى الحروف بنفس الطريقة طب عشان لو هنفترض ان انا عايز اثبت صورة المدرس او المدرسة اللي موجودة معانا والصبورة والكلام ده كله فهاجئ اضغط على التصميم بتاعي الاولاني واقول له تكرار صفحة واشوف العناصر اللي انا عايز احذفها منه يعني انا مثلا مش عايز حرف الالف هبتدي كده اقوم حسفه خلاص طبعا بالتابعية هحذف الصورة التوضحية انجيان كانت ايها سواء حيوان جماد ايا كان هحذفها اهو وابتدي اشوف الحرف اللي بعد كده والصورة التوضحية اللي انا عايز اعملها انا بقول لكم طبعا كمثال انت كمدرس او حابب تعمل محتوى تعليمي هتبقى عندك افكار طبعا احسن مني انا بوضح لك الفكرة تمام كده طيب انا مش محتاج الصفحة دي دلوقتي فهحذفها فهنفترض بقى يبقى انا كده معايا ادي اول صورة اللي انا كعنوان للفيديو اللي هو تعليم حروف الهجاء بعد كده ادي التصميم التاني الخاص بحرف الالف هعمل ايه بقى دلوقتي هبتدي اروع على مشاركة وبعدين هروع على تنزيل وبعد كده بقى ناخد بالنا انا مش هحفظهم بصيغة فيديو نوع الملف لا انا هحفظهم الاول كصور فهضغط هنا كده واقول له بي ان جي اهو بيقول لي جميع الصفحات عائزت تحفظ جميع الصفحات اللي انت صممتها اقول له اه وامضغط على كلمة تنزيل كده هيبتدي يحفظهم معايا على الجهاز بتاعي سواء باستخدم الكمبيوتر او باستخدم الهاتف تمام خلاص هو كده حفظ الصور بتاعته تمام يبقى دي كده اول خطوة معانا الخطوة التانية بقى هنحول الصور دي لفيديوهات صبورة بيضاء تمام ازاي على نفس الصفحة بتاعتنا مش هنقفلها ولا اي حاجة او عشان ما تلغبطش نفسك اضغط على علامة الزائد فتحت معاك صفحة للتصميم وارجع على الصور دي كده احزفها اهو اهو انا مش عايزة خلاص ما هي طبيعي محفوظة على الجهاز بتاعي طيب جميل هعمل ايه بقى هروح على كلمة التطبيقات واضغط عليها وبعدين اجي في البحث وابتدي اكتب التطبيق اللي انا هحول به الصور دي لفيديو وايد بورد او صبورة بيضاء فهكتب كده سبيد باللغة الانجليزية فينتر اهو هلاقي النفذة دي ظهرت معايا وناخد بالنا من حاجة مهمة بلاقي عندي فيه سبيد بينت وعندي فيه سبيد بينتر طيب سبيد بينت على فكرة هتقضي معاك نفس الغرض اللي انت تحول به الصورة بتاحتك لفيديو صبورة بيضاء بس المشكلة ان الاداء او التطبيق ده حاليا المربوط بكانفا مش مجاني دلوقتي اصبح ان انت لازم تشترك طيب ايه اللي بيقضي معانا نفس الغرض وبشكل مجاني اللي هي سبيد بينتر فهندغط عليها هتتفتح معانا بالشكل ده وبيقولك ارفع الصورة او اختار الصورة اللي انت عايزها فهضغط كده على choose file وبعدين ابتدي اختار معايا اول صورة اهي واقول له open بعد كده بلاقي فيه اختيارات ظهرت معايا متعلقة بقى بالصورة دي بيقول لي مثلا اول اختيار معانا انت عايز الرسمة دي تاخد تترسم في قد ايه فهضغط على السهم ده بلاقي معايا ثانية ثلاثة خمسة عشرة فانا هاختار عشر ثواني بعد كده لو الصورة فيها الوان برضو عايزها في قد ايه فهقول له في عشر ثواني اخر حاجة ليه add sketching hand effect لو انا قفلتها كده مش هتظهر معايا اليد اللي انتو شفتوها اللي هي بترسم الفيديو فانا هفعلها عشان تبقى ظهرة معايا وبعد كده اقول له generate هيبتدي يعالج الصورة دي عشان يحولها لي لفيديو صبورة بيضة اللي انتو شفتوه في المقدمة والموضوع ما بياخدش معانا اكتر من مش هنكمل حتى نص دقيقة خلاص تمت المعالجة وحول لنا الصورة بتاعتنا لفيديو فبيقول لك add to design هنضغط كده اهو هيبتدي يضيف الفيديو للتصميم بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين طيب هو كده هتقولي في نص التصميم فانا ممكن اضغط كده كليك يمين هقول له تعيين الفيديو كخلفية ونشغله بقى مع بعض ونشوف هيبقى المنظر عامل ازاي زي ما حضراتكم شفتو الامر تم ازاي بسهولة وبحترافية طب نفترض ان الصورة دي لما تحولت لفيديو خيات عشرين ثانية انا مش عايزة المدة دي خلاص تمام انت بقى حضرتك مع الخبرة ومع المحتوى بتاعك هتبتدي تحدد مثلا كانت اللقطة دي انا مش عايزها عشرين ثانية فقبل ما اعمل المعالجة اختار اخليها ثلاث ثواني خمس ثواني زي ما انا عايز طب هنيجي للصورة التانية هعمل ايه اقوم ضغط على علامة الزائد وبعدين اقول له جوباك وامسح بقى الصورة دي وامختار الصورة التانية اللي هي بقى بداية الحروف اللي انا هبتدي اشرحها ممكن نخليها ثلاث ثواني عشان تتعالج معانا بسرعة لاننا لما بختار عشر ثواني وعشر ثواني مثلا فهيبتبقى مدة الفيديو عشرين ثانية هناك ثلاثة وثلاثة فهيبقى ست ثواني واقول له جينيريت تمام خلصة المعالجة معانا برضو هنضيف بقى الفيديو للتصميم بتاعنا اهو وبرضو هنخلي كخلفية عشان يبقى معانا كمساحة الفيديو ونشغله كده مع بعض شوفوا بقى عشان هنا احنا اخترنا آآ ثلاثة ثواني خلص معانا بسرعة ازاي تمام طب حد هيقول لي بقى انا عايز اضيفت كمحتوى مثلا سي تعليمي او حتى ايا كان المحتوى عايز اضيف الصوت بتاعي او الشرح بتاعي المعلومة اللي انا بوصفها او الفكرة اللي انا عايز اوصلها اعملها ازاي هنا بقى بش هقولك من خلال كنفا لأ احنا دلوقتي خلاص نفترض دا الفيديو بتاعنا هقوم عامل ايه الاول هقوم ضغط على كلمة مشاركة وبعدين تنزيل وهنا بقى خلاص هخليه فيديو بتنصيق الان بفور وبعدين هقوم ضغط على كلمة تنزيل هيبتدي يتحمل معنا وبعد ما يتحمل حضرتك هتاخده على برنامج المونتاج بتاعك وتبتدي تضيف التعليق الصوتي بتاعك براحتك بحس كمان يعني مثلا ونفترض ان الجزء اللي انا بشرح فيه معلومة معينة على سبيل المثال هو حرف الالف دا فانا عايز استفيد بقول له مثلا حرف الالف وانطقه مرة واثنين وقول مثال ارنب وابتدي بقى انا لو معلم او مدرس بطريقتي هبتدي اوصل المعلوم هيكون الفيديو مثلا خلص ولا حاجة فمن خلال برنامج المونتاج ممكن اقوم طول المدة بتاعته بدل ما هو عشرين ثانية اخليه تلاتين ثانية بيترسم على انا بقول المعلومة بتاعتي طب لو العكس لو هو الفيديو حسيت انه طويل فممكن برضه من خلال برنامج المونتاج ابطأه وازبطه على المحتوى الصوتي بتاعي وبلاش تستخدمه يعني مثلا كانفا هنا انا ممكن اضيف به موسيقى او محتوى صوتي يبقى شغال بس ممكن تتفاجئ بحق طبعه ونشر بعد ما ترفع الفيديو على القناة بتاعتك لو انت شغال على اليوتيوب فانا بفضل دايما ان انت على برنامج المونتاج بتاعك ضيف التعليق الصوتي لو عايز تضيف موسيقى ممكن من مكتب اليوتيوب او اي موقع بس تبقى ضامن ان هو مسموح باعادة استخدامه مع التعليق الصوتي بتاعك وبعد كده ترفعه على القناة بتاعتك بعتذر ان انا طولت وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سادي الانهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته